نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداء فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي وقد انسها وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات من أهم المواضع اللي وجدنا لكم اليوم ومخابرات المغربية أو القوات الأمن المغربية قامت الأمس بالقبض على جاسوس كي يساعد نظام العسكرية الجزائري كذلك الشعب المغربي يرعبو الجنيرالات أو يرعبو شنقريحة بسبب الصحراء المغربية والقجح كي يقصف الجزائر بعد خسارتها أمام المنتخب المغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وصحفة إسبانيا تكشف زعيم خطير كيتوجد بالجزائر متورد في إحداث مليليا المحتلة بقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل لها الموضوع دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايكات دعمونا بالبرتاج وكذلك بالاشتراك وبطبيعة الحال إلي عجبكم المحتوى أما المتتبعي الأوفي أفا شكرا لكم بزاف ما كنتكلم جاليكم شكرا لتعليق دلكم الجميلة وليك تخلي لنا أحد البصمة راقي على قناتكم المتوضعة عالم إسكا على بركة الله غدي ندخلوا صورة الموضوع دائما تحت الشعار أرلا الوطن المالك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغري في صحرائي هو العزاء للحاقيدين وغدي نبدأ بالقجع اللي يقصف الجزائر بعد الخسارة دياله أمام المنتخب المغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط صراحة كلام بسيط كلام في المكان دياله ولكن فيه قصف أرض جو هذه الأجوبة التي تؤرقهم والتي يجب اعتمادها كلما تعلق الأمر بمستعمرة فرنسا التقريع ثم التقريع وعدم الاعتبار كشفت تحقيقات لإدارتها وسائل إعلام إسبانيا علام علومات خطيرة جدا على أحداث مليا المحتلة واللي راح ضحية ديالها عشرات من المهاجرين السريين ونقلت الصحيفة للراثون عن زعيم تلك الشبكات الإجرامية اللي هو من جنسية مالية ويلوقبونه بالبص كما تبين أنه يعيش في مزرعة كتكون أو تقع بمدينة مغنية الجزائرية وكيدعم هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في عمليات الإجرامية والعملات الإرهابية وكتبين تصريحات اللي أدلة بها بها المهاجرين المحتجزين للشرطة عن وجود شبكات إجرامية اللي كتعمل على طول 5000 كم من السودان وكتعمل كذلك على تسهيل عملية الوصول إلى جبل الناظر يعني بين قوسين قرغو واللي كانت يعني الصحيفة الإسبانية قد كشفت يعني في وقت سابق للعديد من السودانيين اللي شاركوا في أحداث ديال مليليا المحتلة وكانوا في الجزائر للعمل عن استعداد لألعاب البحر الأبيض المتوسط يعني الإخوان هذوك المهاجرين غير نظامين الأفرق اللي جاءوا للمغرب باش يعني يجتازوا المليليا المحتلة ودروا داك الهجوم العنيف هذ يعني هذ المجموعة كانوا كيتوجدوا في الجزائر للعمل وكيستعدوا يعني أنهم يوجدوا لألعاب البحر الأبيض المتوسط الشعب المغربي يرعي بالكبراناتو بالخصوص سنغريحة بسبب الصحراء المغربية بحيث أفض الصحفي المغربي مصطفى العسري على الصفحة ديالوق أو بالموقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك أن تقريرا سريا لجهازا استخباراتي فرنسي رفع لرئيس سابق فرنسوا هولند كشف عن سبب قلق النظام العسكري الدكتاتوري الجزائري بخصوص إقليمي بشر وتندوف أن الجزائر والنظام العسكري الدكتاتوري العجوز جد 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 تقلقون بسبب ارتفاع الأصوات ديال المغربة خصوصا خصوصا الأجيال الجديدة يعني الأجيال الجديدة المغربة لكل كي يطال باسترجاع الصحراء الشرخية إخواني أخواتي استطعت بمخابرات المغربية تبارك الله عليها القبض على واحد الجاسوس اللي هو من جنسية موريطانيا بحيث قامت القوات الأمن المغربية يوم أمس بالمدهمة ديال واحد المركز التجاري اللي كيملكه واحد المواطن اللي هو من جنسية موريطانيا وهد يعني هد المركز التجاري يتواجد بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة بحيث قاموا بالقبض عليه الدو يعني المركز الشرطة أو مركز ديال القوات الأمن المغربية قبل أن تبلغه يعني القوات الأمن المغربية أن هذا الشخص غير مرغوب فيه على الأراضي المغربية وتبعده خارج الحدود المغربية باتجاه بلده الأم اللي هي موريطانيا هاد الخائنة اخوان أو هاد الجاسوس يعني الدو للمركز ديال الشرطة وبلغوه باللي المملكة المغربية ما بغيش جواسيس ما بغيش خوانا يكونوا في بلادها لهذا يعني الموريطانيا وقالوا له سي لبلادك اللي أجيب لك تسير وحسب مصادر جيدة للإطلاع كتقول باللي السبب وراء القرار المغربي اللي هو طرد هاد الشخص أو هاد يعني الجاسوس من الأراضي المغربية تجاه البلد دياله الأم اللي هي موريطانيا هو التداول يعني فوكلة ديال هاد الجاسوس ديال هاد الخائن اللي هو موريطاني أول معني بالأمر من خلالها يعني بين قوسين ما يسمى بالنضال الشعبي الصحراوي يعني هذي الإخوان كيخدم مع البوليزاريو وهو ما دفع سلطات المغربية يعني بالتدخل على وجه السرعة واتخاذ هاد القرار الفوري اللي هو طرد هاد الجاسوس من الأراضي المغربية بإنهاء إقامة معني بالأمر اللي هو جاسوس خطير واللي دامت إقامة دياله في المغربية الإخوان أكتر من 30 سنة لهذي الإخوان كنقولوا بلي كينين جواسيس كينين أعداء كينين خوانا داخل المملكة المغربية حيث كان يعني يسير مركزا تجاريا يرمو من خلاله دعم من خلاله دعم ما يسمى نضال الشعب الصحراوي ومن وجهة نظري الإخوان كنت طلبوا أو كنت منوا من سلطة المغربية يعني التعامل مع هد الناس بأكتر أكتر حزما باش يكونوا عبر الآخرين لأنه غير الطرد ديالهم من الأراضي المغربية فهو غير كافي فهذا يعني يتحكم خاص يعني يكون معه تحقيقات موسعة لأنه دام أو غلص في المملكة المغربية أكتر من 30 سنة يعني عارف الكبيرة والصغيرة في المملكة المغربية لهذا يجب التعامل مع هاد الخوانا مع هاد الأعداء بحزم وعدم تسهل مع هاد الجاراتيم المهم الإخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم تدعمونا بالبرتاج وكذلك بالاشتراك وهذا بطبيعة الحال إلي عجبكم المحتوى وهذا فضلا وليس أمرا ودابي الإخوان وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم الدائم شكرا للتعاليق ديالكم الجميلة واللي كتخلي لنا واحد البصمة رقيقة على قناتكم المتواضحة على مئسكا شكرا كذلك لللايكات ديالكم شكرا كذلك للبرتاج ديالكم وجزاكم الله خيرا شكرا للمشاهدة